ونبقى في متحف المستقبل في دبي حيث شاهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج الدورة الثامنة من دبلوم خدمات المستقبل ونظمته وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسعادة وبالشراكة مع أكاديمية اتصالات وكرم سموه المتفوقين العشر الأوائل على الدفعة الثامنة إلى جانب الحاصل على المركز الأول من متسبي مملكة البحرين الشقيقة